موسيقى عند الإشارة تكون الساعة موسيقى أهلا سهلا بالجميع مشاهدين عزالي برنامجنا بتوقيت تونس أو فياء الوطنية الأولى أسعدت أوقاتكم حيثما كنتم أهلا بكم إلى هذه الحلقة حلقة ظهورة ماي 2019 في حلقة اليوم بهذا التاريخ أو في هذا التاريخ سنعرج على عيد الشغل وعيد العمال فيما بعد لكن الموضوع الأول سيكون في شكل استضافة لممثل عن جمعية عيش تونسي هذه الجمعية التي أثارت الكثير من الجدل حول نشاطها وتمويلها ووضعها القانوني بين جمعية ونواة لمشروع سياسي في الانتخابات في الجزء الثاني كما ذكرت في البداية نتناول الحدث اليوم عيد العمال نتساءل بهذه المناسبة لماذا تراجعت قيمة العمل لدى التونسيين وأين يكمن الخلل في محيط العمل والعلاقات الشغلية نختم كالعادة بمحور الثقافة نصلة الضوء اليوم على أحد الأعمال الرمضانية التي ستعرض على شاشة الوطنية الأولى وهو بعنوان مسرح العائلة نصديف الفنان أو النهر العياشي المشرف على هذا العمل أهلا وسهلا بكم جميعا أرحب بدءا بمن يرافقني في التعليق والتحليل في حلقة اليوم حبيب عجيلة أهلا وسهلا بك حبيب أهلا بك مكي أهلا بالسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات تسمح لي في البداية أن نتوجه بكل التهاني إلى الكادحين والكادحات بالفكر والساعد في تونس وفي سائر العالم إلى كل عمال العالم وإلى كل أممه المضطهدة من أجل عالم جديد أكثر عدلا وإنصافا نحيي كل عمال طبعا في عيدهم العالمي اليوم وترحم مجددا على روح العاملات في القطاع الفلاحي الكادحات التي فقدنا هنا منذ أيام قليلة وما يزال الرأي العام في الحقيقة يحمل كل الحزن والأساوى أيضا ما تزال المطالب تحسين أوضاعهن أوضاع العمل والنقل خاصة نبدأ كالعادة بجولة سريعة ضمن طائفة من الأخبار التي شغلت الرأي العام والسأثرت بمنصات التواصل الاجتماعي نبدأ بخبر على علاقة بما كنت بصدده منذ قليل تخصيص 200 ألف دينار لأسر ضحايا حادثت السبالة لبعث مشاريع صغرى لعلها تساعد عائلاتهم على توفير لقمة عيش كريمة وتحفظ ربما هؤلاء النسوة من عناء العمل وفي ظروف غير إنسانية كما يصفها أغلب المراقبين وخاصة ظروف نقل قاتل كما يقول البعض الخبر على موقع الشهد حبيب تصرف سريع أو ردة فعل سريعة يمكن أن نقول فيها الكثير لكن كخطوة نستبق فيها حسن النية بالتأكيد المساعدة المالية ضرورية في البدا من باب جبر الضرر المعنى وعلى الأقل نعم يعني في مرحلة أولى كما قلت أنت أمر جيد توا عائلات منكوبة معنى حتى مهما كان المبلغ فبالطبيعة باش يبرد شوية يعاونهم في الوضع متاعهم لكن هذا لا يكفي وطبعا هذا لا يكفي هذا هو المخترح متاع وزارة المرأة ولكن إن شاء الله الدولة كاملة الآن تفكر في استراتيجية معناها متكاملة في علاقة بالعاملات الفلاحيات وفي علاقة بوضعيات الجهات اللي هي مصدر للثروة الفلاحية ومصدر للطاقة الفلاحية الطاقة الإنسانية العاملة واللي يلزم يعتنا به توكي نحسبه مكي حتى بالفلوس وتوزيحها نعم بلاغ متاع الوزارة قال أنه يشمل 25 أسرة في العيون وفي المغيلة نعم يعني بمعدل أقل من 10 ملايين لكل عائلة لكل عائلة ما يعمل شيء هو حاجة كم لكن نقوله خطوة مهمة والفايدة في المشروع وفي الاستراتيجية التي ستخطط لها الدولة الكل الكل بجميع مصالحها من أجل تجنب مثل هذه النكبات أولا ومن أجل إنصاف هذه الجهات وهذه العائلات هو موازات مع ذلك لابد أن نذكر حبيبا كي تطلعت على الأمر اتحاد الفلاحين أمر بمساعدة في المواشي عشر يعج البعض تنذر بها لكن في وسط الريفي والفلاحي عشر ذأن أو ماشية مهمة تساعد نعاج مهمة تساعد طبعا عندهم قيمتهم النعجش تمثل بالنسبة للريفي اللي يعرف واللي يجيب له بعد وكذا فمهم إن شاء الله كل الهيئات معنا تاخذ بعيد الاعتبار أنه العاملات هذوما ذكرون بيد عاملة منجة تقريبا الجميع اتفق على أن العمود الفقري للفلاح يقوم عليه هيئة على كل هو التحرك كان سريعا حتى في اتجاهات أخرى حكينا البارع على منظومة أحميني الضمار الاجتماعي ودفتر الإلاج يبقى من أوكد حاجات هؤلاء النسوة أيضا تحسين ظروف النقل خاصة بالضبط هذا هو المطلب معناه كما نقوله يلزم الماكينة متاع الدولة الكل هتتحرك الآن كيفاش هو يقوله معناها المصيبة أحيانا تكون إيجابية في كونها ذكرنا ذكرنا بالواقع إن شاء الله الدولة الآن تبدأ تتحرك بجميع آلياتها باش نطوقوا الوضعياتي إن شاء الله حبيب نمضي لخبر الثاني على علاقة بإضراب عمال نقل المحروقات بثلاثة أيام أكيد لاحظته في العاصمة على الأقل لاحظنا هذا ازدحام أمام محطات التزود بالوقود بسبب الإضراب بعد فشل المفاوضات مع جامعة اتحاد شغل هذه المرة المقال على موزيكة فام مرة أخرى أزمة ناقلي أو أزمة عمال نقل المحروقات تطلع أو تصعد إلى السطح والازدحام يتضاعف المسلسل في توقيت تونس تقريبا هذه المرة الخامسة أساساً يحكين عليه في الموسم هنا مما يدل على أن الأزمة تراوح مكانها ماناش عارفين منه كل مرة يجي الإضراب من شيئها مرة من السواق طبعاً اللي طالبوا بوضعهم مرة بأصحاب الشاحنات اللي هما عندهم طلباتهم يعني ثم مشكل حقيقي وإلى الآن لم يحل ماناش عارف معناها أحياناً في أزمات معينة وفي قضايا معينة تقول شوه البلوكاجوي بالفعل ثم سيستام يبدو أنه استنفذ أغراضه ويجب أن يملك المسؤول والفاعل في كل قطاع من هذا النوع يملك الشجاعة والإرادة باش يقول سيهي هذا سيستام مفاهد هذا الحلو المشاكل بالشجاعة المطلوبة يعني أزمة دورية الحقيقة المفروض القيناة لا حل من مدة لأنه هذا الازدحام مجاير رمضان وكذا أكيد اشترجعت الترح مرة أخرى أزمة عمال نقل المحروقات في كامل تراب الجمهورية مش كان في العاصمة فقط الخبر الموالي تأجيل النظر في تنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء الخبر على إكسبرس أفام شفناه على منصات أخرى مقرؤية مثل هذا الخبر في سياق ربما بدأ تسخين الانتخاب مبكرا اليوم تأجيل النظر في تنقيح قانون الانتخابات أنا نتصور ثم تردد وما ثم الشجاعة حقيقية وقد يكون هناك تمهيد للتراجع على مسألة العتبة هذه أني يبدو أنها تثير امتعاض الكثيرين معناها في أنه وكأنها تكون تضييق مرة أخرى على التعدد داخل البرلمان أنك تجي في وسط اللعبة واتغير القانون وترفع من سقف العتبة بالتالي هذا سيمنع ربما معناها الأحزاب الصغيرة لمستعدتش ولا لمستعدتش باش تكون حضوضها محدودة فكأن هناك إحساس من بعض الكتل النيابية الفاعلة أنه خليها تربص شوية ربح للوقت معناها ما ثم تردد ثم تردد في أنه سيبانينا من حكاية العتبة هذه ربما معناها توتر الأجواء قبل قبل الانتخاب ثم تردد في سيئسي بالطبع لا يخدم مصلحتها قرار موضوع العتبة لا يخدم الشيء نقول لحزاب الصغيرة ولكن أحنا زادة تهي مرحل انتقالية أخرى نحبه ولا نكروي إذا كان نحبه نعمل عتبة معناها في الأخر يخرجون نزوز حزاب كبيرة هما المسيطرين على البرلمان ويفقد البرلمان هذا الحق الأدنى من تعده نعم ومعارضة مهيش مهيئة ومهيش مستعدة لحقيقة معناها الاعتبارات عديدة ذاتية وموضوعية باش تنافس معناها منافسة كبرى في انتخابات 2019 أنا رأيي وتقديري بأنه المرحلة هي مزالت مرحلة إدماج المتنوع والمختلف ومهيش مرحلة تسكير الباب باش يطلعوا كان الأقوية معناها أكثر من غير نعم الخبر الموالي ناخده من الصحافة الأجنبية لكن يعنى بالشأن التونس صحيفة لومون الفرنسية الشهيرة في مقال لها تقول أنه اتفاق الأليكا سيتسبب في ارتفاع كبير لأسعار الأدوية في تونس موضوع الأليكا موضوع جدل كبير وتختلف في المواقف في تأثيره على الفلاحة والأسعار هنا يطلعنا التأثير على الأدوية طبعا لأنه المفاوضات انطلقت هي على ما يبدو ولكن وسط تكتم شديد بلات يوم 29 اش معناها يعني تكتم شديد بمعنى مناش عارفين تونس اش بش تقول في عملية التفاوض شنوه مشروعنا احنا في عملية التفاوض هذا تونس الوطنية تونس اللي تحب تحافظ على استقلال قرارها الوطني اللي تحب تحمي فلاحتها اللي تحب تحمي ضمنها الاتفاقية هذه اللي الجميع لحد الآن الحقيقة معناها على الأقل أغلب الخبراء يأكدوا أنها ستكون خطيرة إذا كان من ملكوش القدرة على أننا نحسن يعني فيها وفي بنوده نعم نختم بيذا الخبر على الأقل خبر إيجابي يقرأه البعض وبتأكيد إيجابي لأن أي ترفية في الأجر بالنسبة للأجراء هو أمر إيجابي الترفية في الأجر الأدنى الصناعي والفلاح الخبر على صبر أفام تذكروا نهار الثلاث كان احتجاج للمتقعدين أمام مجلس النواب عندنا النسبة في جيرات المتقعدين أيضا وفي القطاعين أو الإسميق هو الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الصناعي والفلاح وما الأمر نفهم منه زاد التفاعل مع فاجعة السبالة والأجر الأدنى الفلاحي معروف ضعيف جدا إسميق معنى ديما كل في واحد ماي هدوما العمال المحرومين اللي هما أقل من الطبقة الوسطى الفئة الدنيا في طبقة العمال طبعا يجب في كل مرة أن نأخذ أوضاعهم بعين الاعتبار وإن كان مرة أخرى نطرح مسألة مهمة جدا هي العلاقة بين الزيادة في الأجور وتطور مؤشر الأسعار ولينا في وضع ملاحقة مهيش متوازنة تزيد في الأجر وفي نفس الوقت الأسعار تلتهب فتمتص هذه الزيادة أقدر أنه حان الوقت باش تونس تفكر في معنى عقد اجتماعي جديد يقوم على أساس التوازن بين الأسعار والأجور باش ما نقعدوش كل مرة زيد الماء زيد الدقيقة نعم نمضي حبيبي لموضوعنا الأول موضوع على علاقة بالجمعيات التونسية في الحقيقة جمعيات عيش تونسي أحدثت كثير من الظهور الإعلامي جمعية أسست منذ سنة تقريبا وخلال هذه الفترة القصيرة أثارت الكثير من الجدل حول مصادر تمويلها لسيما وأن هذه الجمعية قامت بتظاهرات كبرى تطلبت إمكانيات مادية ضخمة في الحقيقة وجلبت إليها كثير من المتابعين وهي تنوي دخول غمار السياسة والانتخابات كما يقول بعض من القائمين عليها أكثر تفاصيل في تخرير لزهر فضلي ونعود مع مسؤول عن هذه الجمعية لنفهم معا دورها وأهدافها وحقيقة تمويلها تفضلوا